السلام عليكم هذا النهار 22 ستة وعشرين ديسمبر 2022 سنتحدث في هذا الفيديو عن جوج المواضيع الموضوع الأول هو الكأس العالم للأندية التي تنظم بالمغرب في فبراير 2023 والموضوع الثاني هو الحافلة التي هداها عزيز أخ النوش لفريق حسنية أقادير كتعرفوا أن هذه جوج الأسابيع كانت الهضرة كالدور على أن مدينتي أقادير ومراكش هما اللي غادي يحتضنوا هاد كأس العالم للأندية غادي يكون في الأوائل فبراير 2023 البارح ولو البارح كيتخاذ القرار أن مدينة رباط وطنجة هما اللي غادي يحتضنوا هاد كأس العالم وانا معاها أقادير ما زال ما موجوداش أقادير في الأشغال أشغال بهلوانية عفاكم والتكرفيس ملعب أدرار للمحيط ديالوغ كله حجر وكله مكرفس وكتعرفوا بأن تنظمات كأس العالم الأندية 2013 هنا في مدينة أقادير و2012 وتحجمت دارت يعني شنو تزاد هلا فيفا غا تجي عندنا المدينة أقادير وغادي تقول شنو تزاد في هاد المدينة هادي واش صوبنا المحيط ديالوغ الملعب أدرار واش المدينة شي حاجات زادت فيه تحجمت زادت أنا كنتكلم على المحيط ديال ملعب أدرار وحتى الملاعب اللي حدا الملعب اللي فين كيترينيو الفرق حتى المرحاة ما كانش كان عقل بأن أبني كانت كتلعب كأس العالم الأندية وكانوا كي وجدو جابوا لهم ديالوالي تشيميك يعني مراحل بحال ديالوغنين صغيرين وحطوهم حداهم هاد المسؤولين ديال المدينة ما قدروش أنا قريتكم بدك النهار المحيط قريتكم اللعابة الحسانية وأن حشكم اللي بغيبول كيبشي للخلاق هادو اللعابة خوفيسيوني لعفاكم كيلعبوا في البطولة الاحترافية ديالنا ديالبلاد إلا بغي غير مرحاة ما كانش هما غاديش نقارن أقادير مع طانجا وطانجا شتوها كديرا وبشهادة الجميع المغربة كاملين ولا الأجانب صالحات ومدينة نقيا وكل شيء مقاد مدينة الريباط غير النهار اللي وصلوا وسود الأطلس وجايبين هم خارجين من المطار شتو على منظر ديالرباط كدير كلها خضورة طرقان الدنيا مقادة سينياليتيك مهم ممكنش نقارنها مع أقادير ولا احتمركش دونك الاختيار كان صائب في انتظار يفيقوا المسؤولين ديالنا وكتعرفوا المهندس ديال طانجا وديال الرباط هو واحد الوالي اللي عقوبي احترافي كان كينزل برجلو وتلقاه في ليشونتي مع الصباح كيوقف عليهم علاش هادي كيفاش علاش فرق كبير معنا احنا في مدينة أقادير كان مقابوا متفائلين في مستقبل أفضل لهادي المدينة هادي بغينا هما ما عارفينش بأن سوء تدبير ديالهم لأنه كنت نضم عنا كأس العالم الأندية غادي خدموا الفنادق غادي خدموا التاكسيات غادي خدم كل شي غادي خدم مع هاد النسادو سوق الحد مو الخضرة مو الحوت مو المول كل شي غالحركة الاقتصادية غادي تدور ولكن أشنو غادي جيو الأقادير يديرو الدنيا كلها مكرفصة ملعب أدرار نواحي ديالهم مكرفصين كيفاش يمكنك تصاوب هاتش في شهر ونص ما يمكنش المهم وقع الاختيار واختيار صائب على الرباط وطانجة وحتى الفرقة الإسبانية اللي غادي يتلعب فهد كأس العالم داروها فطانجة باش الجمهور ديالها القرب ديالها من اسبانيا غادي يقطع غلباطه 30 دقيقة ولا 35 دقيقة هو فطانجة يتفرج ويعود يرجع في حالاته غادي نجي الواحد أنا شغنسميها الاستغلال السياسوي الفريق حسنية أقادير اش غادي نقول لكم هى القضية ديال الحافلة الليها دا عزيز اخ النوش للفريق اسمعوا بعدها رئيس الجهة كريم اشينجلي اش كي يقول هدي باديرة طيبة ولا بدا ننشكر يعني المهندس ديال هاد ديال هاد مبادرات ساعز اخ النوش رئيس المجلس البلد ديالها قدير الدائم الاول ديال هاد الفريق يعني صراحة هات اعتي قيمة مضافة يعني الفريق نحن نشكر كثيراً لعزيزة خنوش العمدة المدينة التي يهدي هذه الهدية العظيمة المهمة الكبيرة بفريق حسني تقدير سوف تساعدنا هذه الحفلة لأننا نصفر في ظروف جداً مريحة سوف تسمح اللاعبين لأنهم يكونوا مصفرين وعندهم شروط السلامة وشروط النقل في المستوى الدولي وفيها الكليماتيزازيون وقاعة الإسوان وقاعة الاجتماعات سوف يكون لديها ساتيليت لكي يمكننا أن نشد فيها البرامج للتلفازات ويبقى يتفرجون في المقابلات الريادية وكن نظن أن هذه قفزة كبيرة ما نقول لكم؟ يمجدوا ويبجلوا ما أخلوا وما قالوا قالوا أنهم يقولوا أخ نوش العظيم المهندس الأول لهذه المبادرة المهندس لهذه المبادرة هذا الداعم الأول لفريق حسنية أغادير أعجبتني السي سي دينو هذا قعزت فيها هدية لفريق حسنية أغادير نحن جد سعداء ونشكر كثيرا سعزيز أخ نوش لهذا الهدية العظيمة المهمة الكبيرة لفريق حسنية أغادير هاد الحافلة وعرة في هالكليماتيزاسيون نقول يا سي سيدروش بقاشي طوبيل كتخرج ما فيهاش الكليماتيزاسيون لع السكار قال لك في هالغولي ساتيليت سي دينو وبأن نرى إنجاز عظيمة ونشوفه البرامج وغير في الكارافانات عندي فيهم كتخرج في التليفزيون ونت غادي وعادي حافلة جميلة صحيح جميلة زوينة ولكن واش عزيز أخ نوش استغل ولا بغي يستغل هاد القضية الحافلة باش يستقطب العطف واصوات ديال فريق ولا مشجعي فريق حسنية أغادير هاد هو السؤال أنا غا نقول لكم إياه عزيز أخ نوش هو سباب مشاكل ديال دابا ديال هاد المغرب هاد شي ماشي نيك نقوله تقارير دولية واش كتعرفوا بأنه في كوفيد التروة دياله هاد هو كتزاد احنا كنتفكره هو كيتزاد اولا البترول يعني ومشتقاته الغاز والغاز والغاز وال ليسانس وهذا رقشتو الخبلة اللي دار فيهم الغاز ومشتقاته الاكسيجين ومشتقاته في سبيطارات وهذا والفضايح العقار غادي وكينتشر يعني شركات عقارية دياله قولوا لي السيد دخل بطريقة غير ما هادش نقول الله ديونتولوجي ولكني بطريقة غير معقولة سحق الشعب المغربي دخل مئات الملايير نجيبه يويل الله واحد المائتين وثلثمائة مليون على هاد الحافلة فجاتو فجاتو واش عرق عليهم واش ربح دوك الاموال وديك التروه دياله بطريقة قانونية منيك نقول قانونية مشي شفر قانونيا لا منيزاد في المازوت وخلينا في المازوت 16 درهم و14 درهم ومن بعد كيكذب علي الناس وكيقول لهم غادي نخرج الدعم المهني بلص مين قص هو من الهامش ديال ربح دياله خلا الملايير كدخل الجيب عنده وبيخيرو على خفاجة وثلثمائة مليون دابا علاش هاد الحافلة مدوهاش الملعب ادرار وحطوها تماما وقالوا المواطنين وقالوا الصحافة وكل شيء اجيو هايا في ملعب ادرار علاش مدوهاش المقر حسنية اقادير قدامو وحطوها وقالوا الناس اجيو راه هكيناه من حافلة واجي تشوفوها لا ده قدام البلدية مع العلم انughالبللاتدشوح لم تستيق永 فيها علاش لانا هو رئيس البلدية نقولوا هذا استغلال السياساوي ديالعايزه اخل sided هدفانوش لفريق حسنية اقادير كيتكلم اه سي اشانجلي وكيقولك هو الداعم الاول لفريق حسنية اقادير لفتات نحن لا نتكلم على صدقة واحد العدد من الناس غلطين يقول لك أنه يريد أن يتعاطف ويعاون الفريق نحن لا نقوم بعمل صينية فريق حسنيات أقادير كبير المكتب المسير فاشل في طريقة بيع صورة فريق حسنيات أقادير لا يوجد الماركتينج لا يصوق صورة فريق حسنيات أقادير لكي يدخل الفلوس ثانيا كما قلت ما كانت لبوش الصداقة والصينية راه لما كي أعطي مليار راه لإشهار ديال الشركة دياله أفريقيا إلا جينا نشوفه أفريقيا المداخل والتروة والشفر دافير وكل شيء ذاك المليار بحيلا قلت يا ريضا تتوجني وعطى سنتيم يعني شي حاجة تافيها جدا أرى أن يتكلم إذاك شي اللي ربحت أفريقيا على ظهر الشعب المغربي وعلى ظهر الجهة تسوس ما الساق أرى أنك ونحط وحد السبعة ولا ثمانية ولا تسعود ديال المليار ونضب هذا الفريق ونضب المدرسة ديال الفريق ودير شي حاجة كبيرة تحجمنات شي مدارها يعني كي يضرب على مصلاحته وعلى الصورة ديال وش كنا يختم له الصورة ديال عزيز أخ النوش عرفتوا الصحافة مني كتشوف فيديوهات والمقالات شاهد روعة الحافلة التي أهداها أخ النوش لفريق حسنية أقا دير أخ النوش يهدي حافلة فخمة لفريق حسنية أقا دير أخ النوش يهدي حافلة بمواصفات عالمية وشريقة الدنيا كاملة مش راهم كاملين مخل لشي واحد اللي يقول شي حاجة ولا يدخل غير يكون موضوعي عرفتوا كل شي المواقع كل شي كيمدح عزيز أخ النوش يعني كل شي كيخدم الصورة دياله نقوله هذا عزيز أخ النوش ما بغاش ما هو بغى غير الخير لها دي المدينة هذي ما كلا استغلال سياسة ولا والو مزيان البرح كانت حديثة تسير حافلة ضربة نخلة 44 جريح جوا هدوك نقل البضائع اللي هما لامبولانس لأننا ممكن نقول را نقل البضائع لأن ما فيهمش طبيب مستعجلات وما فيهمش الإسعافات الأولية نقل البضائع جوا هزودت 44 مواطن اللي مجروحة دوكم في لامبولانسات دوهم سبيطار حسن ثاني أنا مشيت لسبيطار حسن ثاني عرفت يا سي عزيز أخ النوش لمستعجلات كيديرا ما سنقول لك المقاطعة حسن منهم الناس قلسين في الارض الزحامات ناقصين كل شي الأطباء المو مريضين كل شي خدامين في ظروف مزرية الدنيا مكرفس جاج مهرس كل شي مكرفس نقولوا هدو أخ النوش كي يبغيم دينت أقادير قلوا لي آخر مرة جاحت شيريال في سبيطار حسن ثاني مع مرحة شيريال تم قلوا لي إم تعز أخ النوش مشى لرعاية طفولة شاف غير مشاكلهم قلوا لي إمتى عزيز أخ النوش مشى لرعاية وشاف مشاكلهم إمتى عزيز أخ النوش دار شي عامل خيري خيري بالقيمة ديالور هو أغنى رجل في المغرب هو رئيس الحكومة غير قلوا لي تحجمك هنا ما عمره ندخل دك سبيطار حسن ثاني ولا إنزقان ولا شتوكا ولا تارودانت ولا تقول يا وفين كتبغي المنطقة على الأقل تبان فهات شي نقولوا لي دار شي فان وحطوا في واحد الجمعية خيرية وقال مؤسسة عز أخ النوش ولا الحاج أخ النوش كان دوع الواليد دياله والله يرحمه وفيها واحد ثلاثة أضلم اليار وحنا غنديرو المواطنين وغنديرو هادي ولا ويتقول ما كانش دوك يجي اليوم يقول لي هندير حافلة ما تكذبش عليها ما تقامت عليك بوالو حصدتي وجمعتي بالكراطة وبالبالة وبالبرويتة الفلوس غير أنا نتكلم غير على المحروقات ترى قلت ما ندويش على القاز والأكسيجين والعقار وهنا في سوس مساج درتي في العقار درتي خبلة ما أمر كدرتي شي حاجة في سبيطار ولا شي حاجة لمواطنين يعني الاستغلال السياسوي وباش قفرتها حطيتها قدام البلدية دي الأقادير اللي ما عندها لا داخل لنا قال جمال فاتش يالله أقولوا لي نمشي ولموضوع وحد أخر سي عايز أخنوش نقي لنا غاديك مارينا منجوش حويش نقيها من الضعرة لأنها هي الرعي الرسمي لضعرة وما نرضاش تكون رئيس المجلس البلدي وانت رئيس الحكومة وعارف بأن الضعارة عندك في مشروع ديالك مشروع عقاري تخالف القانون لأن الدور تمك يتكره بالساعة وبالنهار الخليجيين ديرين خبلة شكايات أمام القضاء وتوحد ما قدر يحرقهم ساكينة كاتشكي وتوحد ما قدر يتكلم الباسا الباسا ديال مارينة مصخ وعار من الضبل ما قدرتوش تديروا واحد دوري كالدور كل ساعة سعونس وتجمع الضبل اللي كين في الباسا وشنا بغيتين قولوا لك نصفقو لك ربغينا نصفقو لك ولكن يمكن نصفقو للمستشارين ديالك فاشلين ادو فاقتو ادو فاقتو رق داعم ديال فارق حسنية اقادير ومأنك كتبغي حسنية اقادير وكتبغي جهة سسمة الساكاملة وكتبغي اقادير المدينة ولتافرات كل شي داك شي ما كايش كتضرب على الصورة ديالك وعلى مصالحك السياسية سيادنا تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم والله يهدي مخلق